بعد عدة أشهر من الجدل بشأن مآلات الصراع الليبي في ظل تدخلات خارجية ومحاولات برعاية أممية لإيجاد سبيل لعودة المباحثات بين طرفي الصراع جاء إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج عن نيته لاستقاله وترك منصبه بنهاية شهر تشرين الأول المقبل بهذه المناسبة أعلن للجميع رغبة صادقة فعلا في تسليم مهامي للسلطة الانفذية القادمة في موعد أقصاه النهاية شهر أكتوبر القادم على أمل أن تكون لجنة الحوار بالفعل استكملت أعمالها واختارت مجلس رئاسي جديد واختارت وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام له استقالة السراج تأتي بحسب أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا استجابة لضغوط دولية تدفع نحو تشكيل مجلس رئاسي جديد يتجاوز الخلافات القائمة بين شرق ليبيا وغربها ويؤسس لمرحلة جديدة تنهي الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات وتقطع الطريق أمام محاولات التدخل الإقليمية والدولية في الشأن الليبي وبحسب محللين فإن السراج ببيانه قطع الطريق على التكهنات التي راجت بشأن استقالته واحتمالات تسليم السلطة عبر تفاهمات داخلية فالسراج تحدث عن تسليم السلطة في نهاية تشرين الأول إلى مجلس رئاسي جديد منتخب تفرزه جهود لجنة الحوار وما توصلت إليه من نتائج في مباحثات مونترو وهو بذلك يدفع نحو المضي قدما في المباحثات تحت سقف زمني حدده بـ 45 يوم تجنبا لإطالة أمد المباحثات غير أن هناك من يرى أن الجنرال خليفة حفتر ومن يدعمونه من خارج ليبيا ربما يسعون لتفجير الموقف من جديد سواء بالدخول في مغامرة عسكرية جديدة برغم خسائرهم السابقة أو بعرقلة المباحثات التي طرعاها الأمم المتحدة في المغرب وسويسرا ما يعني أن أحداث الأسابيع الستة القادمة ستكشف عن معالم الطريق الذي سيسلقه الليبيون في تلك المرحلة الجديدة